بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إذن نستمر في دروس التربية على المواطنة مع الدرس الثاني وعنوانه الدستور المغربي القانون الأسمى للدولة إذن أهداف التعلم اكتشاف معنى الدستور وتتبع تطوره في وطني إدراك حقوق المواطنة وواجباتهم التي ينص عليها الدستور الاشتغال بوطائق ودعامات مرتبطة بالدستور المغربي ترسيم خط زمني نصوص صور رسم إذن تمهيد إشكالي المغرب دولة القانون ويعتبر الدستور أسمى قانوني فيها فما معنى الدستور وما التطور الذي عرفه في بلادي وما المبادئ التي يحددها لنظام الحكم بالمغرب ثم ما الحقوق والواجبات التي يخولها للمواطنين إذن هذه الأسئلة سوف نجيب عنها من خلال المقاطع التعلمية إذن المقطع التعلمي الأول أكتشف معنى الدستور وأتتبع تطوره في وطني النشاط واحد ألعب دورا وأستخرج تعريفا للدستور إذن الباب الأول يعني هذا ترسيمة للحدود يعني للدستور يعني هذه الترسيمة للدستور يعني كما تلاحظون دستور واحد يوليوز 2011 فيه 14 بابا و180 فصلا لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص أو قانون يخالف الدستور يعني لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص أو قانون يخالف الدستور كذلك يعني لن يقبل أي قانون يعارض الدستور يعني المحكمة الدستورية هي الفيصل أي قانون يعارض الدستور لن تقبله المحكمة الدستورية هناك أيضا قوانين أخرى قانون الجنائي قانون الانتخابات مدونة الأسرة قانون الحرية العامة مدونة الشغل قانون التجاري يعني كل هذه القانون نعم بتأكيد فأنت الأسماء لأن هذه القوانين تقول للدستور تقول له نعم بالتأكيد فأنت الأسماء لأنك تنظم حياة المجتمع في مختلف نواحيها أما نحن فكل واحد مننا ينظمها في مجال واحد فقط إذن الدستور هو القانون الأسماء للبلاد يعني هناك الدستور والقانون رقم واحد ثم بعده تأتي القوانين الأخرى تأتي القوانين التنظيمية وبعد القوانين التنظيمية يعني القوانين الأخرى إذن في الدستور 14 بابا يعني الباب الأول فيه أحكام عامة الباب الثاني الحريات والحقوق الأساسية الباب الثالث الملكية يعني يتكلم عن الملكية الباب الرابع السلطة التشريعية السلطة التشريعية يعني فيها تنظيم البرلمان سلطات البرلمان ممارسة السلطات التشريعية ثم الباب الخامس السلطة التنفيذية عندما نقول السلطة التنفيذية يعني الحكومة يعني الحكومة والقوات العمومية من شرطتين وما إلى ذلك الباب السادس العلاقة بين السلطات العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الباب السابع السلطة القضائية استقلال القضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة الباب الثامن يعني بخصوص المحكمة الدستورية الباب التاسع الجهات والجماعات الترابية الباب العاشر المجلس العلالي للحسابات الباب الحادي عشر المجلس الاقتصادي والجماعي والبيئي الباب الثاني عشر الحكامة الجيدة مبادئ عامة مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية هيئات حماية حق الإنسان والنهوض بها هيئات الحكامة الجيدة والتقنيين هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية الباب الثالث عشر مراجعة الدستور الباب الرابع عشر أحكام انتقالية وختامية إذن ألاحظ الترسيمة وأقرأ معطايتها أتطوع أنا واثنين من زملائي للاعبي الأدوار الثلاثة الممثلة في الترسيمة دور الدستور دور القوانين دور المحكمة الدستورية يعني كما تلاحظون هناك القوانين تقول كلاما هو بهذا اللون بهذا اللون يعني هذا الكلام هذا تقوله هذه القوانين والدستور ها هو الدستور الدستور هو هذا بالأصفر يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام والمحكمة الدستورية هاي المحكمة الدستورية تقول هذا الكلام إذن بإمكانكم عزيزي التلميذ أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات أن تقوموا بهذه العملية يعني أن يقوم تلميذ بلعب دور الدستور وتلميذ أو تلميذ يقوم بلعب دور المحكمة الدستورية وتلميذ أو تلميذ يقومون بلعب دور القوانين يعني لعب دور القوانين وكل واحد يقول يعني الدستور يقول الكلمة الأولى لا يجوز إصدار أو تطبيق أو أي نص أو قانون يخالفني يعني هذا كلام الدستور يعني ثم تتبعهم القوانين القوانين تقول نعم بالتأكيد فأنت الأسماء لأنك تنظيم حياة المجتمع في مختلف نواحيها أما نحن فكل واحد مننا ننظمها في مجال واحد إذن هذا كلام القوانين ثم كلام المحكمة الدستورية وهي تقول لن يقبل أي قانون يعارض الدستور إذن يعني هذه العملية يمكن أن تكون على شكل مصرحية صغيرة مصرحية صغيرة يقوم بها ثلاث تلاميذ يعني أمام زملائهم بالقيام بهذا العمل فهذا يساعد على أخذ الكلمة أمام الجمهور ويعني التدرب على عمل مصرحي أمام زملائكم وأمام أستادكم إذن أسترشد بالخطوات التي يقترحها علي أستادي في لعبي الدور نعم يعني من أجل لعب هذا الدور يعني الأستادي يعطيكم خطوات من أجل هذا الفعل وأنضموا إلى الفئة الملاحدة بعد الانتهاء من لعبي الدور من أجل التمييز بين الدستور وباقي القوانين تحديد أبواب الدستور وتسمية عنوها من كل باب استنتجوا تعريفا للدستور باستعمال المعلومات الواردة في الترسيمة يعني إذن الدستور هو أسمى قانون للبلاد وهو الذي يؤطر باقي القوانين إذن هذا هو الدستور في المغرب مصطلحات وأعلام ومواقع القانون قانون هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض في مجال معين محكمة دستورية مؤسسة دستورية أي هي مؤسسة دستورية تحدث بموجب الدستور الذي يحدد تشكيلها واختصاصاتها تتألف من 12 عضوا من مهامها البت في مدى مطابقة القوانين للدستور قبل إصدارها قبل إصدار الأمر بتنفيذها دستور حالي للمملكة هو دستور يوليوز 2011 وهو الذي احتمد مصدرا لمجموعة النصوص الدستورية المدرجة في دروس تربية على المواطنة وقد تم اعتماده باستفتاء فاتح يوليوز 2011 إذن ودولة القانون دولة تخضع فيها السلطات العامة وقررتها إلى القانون إذن ننتقل إلى النشاط الثاني أتعرف تطور دستور بلادي إذن عرف المغرب منذ الاستقلال يعني تطورا ما سوف نراه في الخط الزمني تطورا دستوريا حيث عرف مجموعة من الدستاتير الدستور الأول للمملكة كان سنة 1962 دستور الأول تأكيد الملكية الدستورية إقرار إمارة المؤمنين ثم كان هناك دستور سنة 1970 الدستور الثاني تعزيز سلطات الملك وكان دستورا يعني لتعزيز سلطات الملك لكنه تغير سنة 1972 وهو الدستور التالي التأكيد على المقدسات التأكيد على المقدسات يعني الملكية الدين الإسلامي الوحدة الترابية ثم كان هناك دستور سنة 1992 وهو الدستور الرابع فيه التشبت بحقوق الإنسان وإبراز دور الوزير الأول يعني ظهرت لنا مؤسسة رسمية هي مؤسسة الوزير الأول وتم دستارتها في دستور سنة 1992 وكذلك برزت أهمية حقوق الإنسان داخل الدستور 1992 في 1996 كان الدستور الخامس إحداث غرفتين بالبرلمان في هذا الدستور تم دسترة الغرفة الثانية للبرلمان وهي مجلس المستشارين تم دسترتها ثم دسترت مفهوم اللامركزية والديمقراطية المحلية يعني كان هذا هو الدستور الخامس ونحن اليوم في الدستور السادس دستور سنة 2011 الدستور الحالي الذي يدسر الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما تم دسترت رئيس الوزراء كان من قبل الوزير الأول تحولت تسبيته إلى رئيس الوزراء كما أصبحت الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية هو الذي تكون بيده يعني يعينه يعني تكون بيده الوزارة رئاسة الوزارة إذن هذا هو الخط الزمني كما ترون يعني التطور من منذ الاستقلال إلى اليوم يعني هناك ست دستير مرت على البلاد ثانيا فصل من الدستور فصل 174 من دستور المملكة ماذا يقول هذا الفصل؟ يقول تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور ألاحظوا الخط الزمني وأقرأوا ملاحظاته ومعطياتي عن نص أعددوا الدستور التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن إذن كم دستور عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى الآن؟ كم ذكرتها سابقا؟ ستة دستير أحسبوا الفترة الزمنية الفاصلة بين كل دستور ودستور الذي يليها إذن دستور 1962 يعني انتهى أو عوض بدستور ستاة 1972 إذن كم مر عليه؟ مرت عليه ثمان سنوات ثم دستور 1970 عوض بعد السنتين فقط بدستور سنة 1972 و1972 يعني تقريبا استمر طويلا من 1972 إلى 1992 يعني عشرين سنة يعني عشرين سنة استمر دستور سنة 1972 ثم دستور سنة 1992 يعني استمر لمدة أربع سنوات فقط يعني عوض بدستور سنة 1996 الذي استمر أيضا لمدة لا بأس بها يعني يعني خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة الدستور الخامس استمر لمدة خمسة عشر سنة إذن الدستور الذي طال بلا مناثع هو الدستور الثالث الذي طال عشرين سنة ويعني الدستور 2011 إلى الآن مرت عشر سنوات على الدستور 2011 وهو لازال مستمرا معنا إذن استنتج من النص نوع الاقتراع الذي بواسطة يتم إقرار الدستور إذن الدستور يتم إقراره عن طريق الاستفتاء عن طريق الاستفتاء لأنه القانون الأسمى للدولة وفسر أهمية اعتماد هذا النوع من الاقتراع في إقرار مراجعة الدستور لأنه القانون الأسمى للدولة كما قلنا لأنه القانون الأسمى للدولة ويجب الرجوع إلى الأمة يجب الرجوع إلى الأمة كما ذكرنا في الدرس السابق والرجوع إلى الأمة يكونوا عن طريق الاستفتاء وبرهنوا على التطور الذي عرفه الدستور لتدعيم وترسيخ الديمقراطية في بلدي إذن لترسيخ الديمقراطية في البلدي عرفت الدستير تطورا هاما من تعزيز لسلطات الملك إلى التشبت بحقوق الإنسان في الدستور الرابع ثم في الدستور الحالي الحكام الجيدة وربط المسؤولية بالمحازمة إذن ننتقل إلى النشاط الثالث أتبين خصائص نظام الحكم في بلدي حسب الدستور ثالثا فصل من الدستور نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية إذن هذا الفصل الأول من الدستور استخرجوا الخصائص التي يحددها الدستور للنظام الحكم إذن نظام الحكم بالمغرب يحدد بالملكية ثم الدستورية ثم بالديمقراطية ثم البرلمانية والاجتماعية استعينوا بالشروح المرفقة المفاهيم والمصطلحات في فهم كل واحدة من هذه الخصائص إذن نستعين بهذا إذن مصطلحات وأعلام ومواقع ملكية دستورية ماذا يعني ملكية دستورية؟ ملكية دستورية؟ يعني نظام يحكم فيه الملك بناء على سلطات يحددها دستور مكتوب وهو عكس نظام الملكية المطلقة ملكية ديمقراطية نظام يقوم على تعدد الأحساب والنقابات وتكون السلطات فيه منفصلة بعضها عن بعض ويشارك فيه المواطنون في تسيير شؤون البلاد وهو عكس النظام الدكتاتوري ملكية اجتماعية نظام يسعى إلى تلبية حاجات كل أفراد المجتمع بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها إذن من خلال هذه الشروح يعني يمكننا فهم كل خاصية من هذه الخصائص على حدة ثم أقارن نظام الحكم في بلدي مع نظام سياسي آخر تنعدم فيه تلك الخصائص إذن كما قلنا ما هو يعني هناك مثال صارخ الذي تنعدم فيه هذه الخصائص بشكل تام وهو نظام دولة كوريا الشمالية دولة كوريا الشمالية فيها نظام يعني يدعي الشيوعية يقول أنه نظام شيوعي لكن في الواقع هو نظام يعني فيه أسرة حاكمة فيه نظام ملكية مطلق استبدادي نظام تألهي أساسا يعني لأنه كما نراحد أن صور أب الرئيس وجد الرئيس هي مفروضة بالقوة مفروضة بالقوة بالقوة العسكرية وليست بقوة القانون بالقوة على الناس وعلى يعني على الشعب فيعني هناك تأليه خاصة أنهم لا يؤمنون بأي دين فتحول دينهم إلى الأسرة الحاكمة يعني الأسرة الحاكمة أصبحت دينا فللأسف يعني هذا نظام ديكتاتوري بشكل لا يصدق حيث أن هناك حكم فرد بشكل كبير جدا فرئيس دولة كوريا والذي يفعل كل شيء ويقرر كل شيء وبإمكانه أن يصدر الأحكام ويفعل أي شيء يريده بدون أي نقاش وأي معارضة ويعني لقد حول كوريا إلى يعني أرجع كوريا إلى القرون الوسطى دن هذا كانت ملاحظة يمكن مساعدتكم على الإجابة على السؤال الثالث ننتقل إلى المقطع التعلمي الثاني أدرك حقوق المواطنين وواجباتهم التي ينص عليها الدستور النشاط الأول أضبط الحقوق المدنية والسياسية التي يضمنها الدستور للمواطنين بشكل متساوي إذن الفصل السادس من الدستور القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاص داتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية هنا أشخاص داتيين واعتباريين ما المقصود بأشخاص داتيين؟ أشخاص داتيين هو كل شخص فرد يعني هو شخص هو أنت هو أنا هو الآخر هو شخص داتي شخص داتي يعني شخص لديه بطاقة وطنية هو شخص داتي الأشخاص لاعتباريين هم المؤسسات أو جمعية هي شخص اعتباري أو شركة أو كل شخص اعتباري لديه قانون أساسي يخصه الأشخاص الاعتبارية هي المؤسسات كما قلنا إذن أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطة العمومية السلطة العمومية هي شخص اعتباري السلطة العمومية مثلا وزارة الداخلية مثلا هي شخص اعتباري مثلا جماعة معينة هي شخص اعتباري مثلا مجلس الدار البيضاء هو شخص اعتباري يعني كل مؤسسة مهما كانت صغيرة أو كبيرة فهي في حد ذاتها شخص اعتباري اذا بما فيها السلطة العمومية متساوون امامه وملزمون بالامتتال له تعمل السلطة العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم ومن مشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية اذا كان هذا الفصل السادس في الفصل التاسع يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وكذلك في الاتفاقيات والمواطيق الدولية كما صادق عليها المغرب هذا الفصل التاسع عشر الفصل الثالث والعشرين لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القصري من أهم الجرائم وتعرض مختلفها لأقصى العقوبات الفصل الرابع والعشرين لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها كلا أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان إلا بأمر قضائي ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون الفصل الخامس والعشرين حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها الفصل التاسع والعشرين حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة يحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات الفصل التلاتين لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت وفي الترشح للانتخابات شرط بلوغ سن الرشد القانوني والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية إذن كانت هذه النصوص قانونية أدعوكم أعزائي التلاميذ عزيزة التلميذات إلى قراءة هذه النصوص واستذكار معانيها يعني فهي تلخص مجملة حقوقكم الدستورية التي علينا دائما أن نتشبث بحقوقنا الدستورية يعني هناك قد نتعرض دائما لمواقف قمعية من طرف بعض الناس أحيانا هناك بعض مواقع المسؤولية الشخص المسؤول يعني يعتبر نفسه فوق القانون يعني نتعرض لمواقف كهذه يعني نتكلم عن المؤسسات يعني قد نتعرض لمواقف وبالتالي علينا أن نشهر ورقة الفصول الدستورية هذه يعني ولكي نحارب هذه المظاهر التعسفية التي نراها في إدارتنا علينا اللجوء للقضاء علينا اللجوء للقضاء وألاحظ أن هناك بعض الناس يستخفون بمسألة القضاء ويعتبرون أن جهاز القضاء هو تابع للجهاز التنفيذي وهذه الأمور هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح على المواطنين أن يطالبوا بحقوقهم وأن يمارسوا حقهم في التقاضي إذا تعرضوا لأي شيء من طرف أي مسؤول يعني يقصيهم من حقوقهم الدستورية عليهم لجوء للقضاء عليهم لجوء للقضاء على الأقل يعني كتابة يعني شكاية يعني توضح فيها ما الذي يمسوا بحقوقهم الدستورية ويرسلوا هذه الشكاية للمحكامة المختصة يعني من أجل محاربة بعض الضواهر التي نلاحظها في مجتمعنا بعض يعني التسلط الذي نجده عند بعض الناس فيجب استخدام القانون ذلك التصور أن الجهاز القضائي هو تابع الجهاز التنفيذي يعني هو تصور غير دقيق يعني القضاء لا يشتغلون عند متسلطي الجهاز التنفيذي لا يشتغلون عندهم صحيح أن هناك أحيانا قد تكون هناك بعض المحابات لكنها أقول أحيانا والسبب الرئيسي فيها هو قلة الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التقاضي قلة الأشخاص للأسف عندما يكون عدد قليل عندما تكون أنت شخصا واحدا تلجأ للقضاء من أجل حقوقك الدستورية يعتبرونك أحمق مثال طبيعي إذا كنت لوحدك فأنت أحمق أكيد أحمق ولكن عندما يمارسوا الناس وهذا دوركم أعزائي التلاميذ عليكم أن تستوعبوا أنه لديكم حقوق وعليكم أن تستوعبوا أن هناك مؤسسة قضائية يمكن لجوء إليها وعليكم لجوء إليها وعليهم استقبالكم وعليهم التعامل معكم يعني هذه النصوص الدستورية ليست نكتة وليست لعبات هذه حقائق نقرأها إذن علينا مواجهة المتسلطين والمتسلطات عن طريق القضاء وليس عن طريق العنف والصراخ والعنف لا يأتي بشيء ولا ينفع فعلينا أن نمارس حقنا حتى وإن لم تكن هناك فإذا فعلى الأقل هناك نص مكتوب يعني تطارب بحقوقها الدستورية إذن نستمر أقرأ الفصول في النص ثم أسمي 14 حقا وحرية تكفلها الفصول الواردة في الدستور ولجميع المواطنين يعني هناك أكثر من 14 حقا يعني بإمكانكم الرجوع إلى الفصل وتحديد الحقوق يعني هناك حقوق سياسية اقتصادية الشمعية تقافية بيئية إلى آخره إلى آخره إذن نصنف هذه الحقوق والحرية إلى مدنية وأخرى سياسية إذن هناك حقوق مدنية وهناك حقوق سياسية ما هي الحقوق السياسية؟ الحق في الترشح وتمثيل الناس تمثيل الناس داخل المجالس الجماعية ولما لا داخل البرنامان أيضا يعني هناك حقوق سياسية الحق في أن أترشح لأمثل سواء صوتوا علي أو لم يصوتوا علي إذن هذا حق أيضا الحق في أن أصوت يعني كل مواطن له الحق في أن يصوت للذي سيمثله وفكرة عدم التصويت ومقاطعة التصويت لأن الجميع مثل هذه فكرة سادجة وفكرة تؤبر عن جهل صاحبها يعني علينا هذه مسؤولية الناخب الناخب الذي سوف يقوم بعملية الانتخاب إما أن تنتخب أعضاء المجلس الجماعي وهذه مسألة مباشرة يعني وإما أن تنتخب برلمانيا يعني وإما أن تنتخب في الغرف المهنية أو غيرها فهذه مسؤولية الذي يقوم بعملية الانتخاب عليك أن تعرف الأشخاص المرشحين والذين سوف يمثلونك بشكل أفضل هناك من يعني يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام الخير في أمتي إلى يوم القيامة بمعنى أكيد أن هناك من الأشخاص الذين يقومون بترشيح أنفسهم أكيد سوف نجد الأفضل وأكيد سوف نجد الكثيرين الذين يبحثون عن مصالحهم الشخصية الضيقة فعلينا أن نتفادى كل من يبحث عن مصالحي الشخصية الضيقة ونصوت للأشخاص الذين يبدو فيهم أنهم يمكن أن يساهموا في تطوير مجتمعنا حتى ولو كنا مع خلاف مع ذلك الشخص لو كنا في خلاف شخصي معه وكان ذلك الشخص يصلح لذلك المنصب علي أن أصوت عليه لأن هذه مسؤولية توجهها مجتمعي وليست فقط مسألة مناصب سوف يحصل عليها علينا أن نرتقي بتفكيرنا الحوارات التي أسمعها داخل المجتمع حوارات مؤسفة ومؤلمة عندما يتكلم البعض على أنهم كلهم سواسية أو هناك يعني البعض يقول من الذي سيعطيني هذا كلام غير غير يعني عندما يقول الشخص ما الذي سوف يعطيني يعني هذه دعوة إلى أن يشترى هو يعني هو يقبل أن يبيع نفسه هذا شيء على العموم يعني عليكم أن تعو بحقوقكم السياسية وحقوقكم المدنية الحقوق السياسية كما قلنا الحق في أن تترشح والحق في أن تصوت لديك صوت عليك أن تستخدمه بشكل سليم وكذلك الحقوق المدنية من حقك أن تنخرط في جمعية وتمارس أنشطة مدنية كذلك الأنشطة المدنية ذات الطابع الاجتماعي ذات الطابع البيئي ذات الطابع يعني مختلف الأنشطة المدنية التي يمكنك القيام بها التملك نشاط مدني هناك مجموعة من الأنشطة المدنية التي نمارس الحمد لله الحمد لله هناك أنشطة مدنية كثيرة نمارسها في مجتمعنا بشكل سليس بشكل عادي يعني لا أحد ينتبه لأنه يمارس حقه المدني الحق في التملك مثلا هناك دول كما ذكرت سابقا الصين مثلا الصين مثلا يمنع فيها التملك تخيلوا معي يمنع فيها التملك مؤخرا وصدر قانون بإمكانية تملك العقار الذي تسكنه إذا كنت تمتلك ماله مؤخرا فقط لكن بشكل عام الصين يمنع فيها التملك كوريا الشمالية يمنع فيها التملك المواطنين لا يمتلكون مساكينهم لا يمتلكون حتى دراجته لا يمتلكوها يعني هذه مهزلة إذن الحمد لله نحن في بلدنا المغرب يعني مجموعة من الحقوق المدنية التي نستخدمها ونستعملها ونتمتع بها دون أن نشعر دون أن نعيى ذلك إذن أيضا أبرز في جدول الحقوق والحريات التي ينص الدستور على أنه لا يمكن الحد منها إلا بموجب القانون إذن هناك مجموعة من الحقوق الحقوق السياسية مثلا هناك مجموعة من الحقوق السياسية التي يمكن الحد منها بموجب القانون مثلا إذا تبت في شخص ما أنه غير تبت في عدم الأهلية بمعنى أن هناك مقتضيات تم الحكم عليه بصرقة أو تقام بفعل مشين لا يؤهله إلى أن يمثل الناس وبالتالي فتمنع عنه حقوقه السياسية في تمثيل الناس إلى أن يأخذ أرض الاعتبار هذا كمثال هناك مجموعة من الأمور هناك مجموعة من الحقوق التي يمكن أن تحدى بموجب القانون بمقرر قضائي وناقشوا زملائي دور القانون في حماية حقوق وحريات المواطنين إذن هذه عملية نقاشية بين زملائك تتكلمون فيها عن حقوقكم وحريات المواطنين إذن ننتقل إلى النشاط الثاني أبين الحقوق الشمائية والاقتصادية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين الفصل 29 حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الشمائية والتغطية الصحية الحصول على تعليم عصري ميسر الوجود ودي جودة الفصل 35 يضمن القانون حق الملكية تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنفس الحر إذن هناك حصل لخلط إذن قانون حق الملكية هي تدخل ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وليس من الحقوق المدنية إذن أعتدر هناك خطأ وقع لي إذن هناك خطأ وقع لي أني أتدر عليه إذن حق الملكية هو حق من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والذين تمتعوا به في بلدنا المغرب الحمد لله إذن أقرأ النص وألاحظ الرسم ثم أصنف الحقوق المذكورة إلى حقوق الاجتماعية وأخرى اقتصادية أجد العلاقة بين الرسم والفصل 27 من الدستور أوضح ذلك إذن كما تلاحظون في الصورة الصورة هي من أجل تحسين أوضاعنا الصورة هي صورة لعمال بمصنع يقومون بإدراب يقومون بإدراب يعني كما تلاحظون في هذا مضربون من أجل تحسين أوضاعنا إذن حق الإدراب من أجل المطالبة بحقوق تحسين الأوضاع وبحقوقهم يعني هو حق يكفله الدستور إذن هذا يدخل ضمن الحقوق الاقتصادية إذن حق الإدراب هو حق اقتصادي تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجمعيات الترابية على تعبئة كل وسائل متاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة في حق العلاج حق العلاج هو من الحقوق الاجتماعية العناية الصحية هو من الحقوق الاجتماعية الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية هو من الحقوق الاجتماعية الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج ودي جودة هو من الحقوق الاجتماعية حق الملكية هو من الحقوق الاقتصادية حرية المبادرة والمقاولة هو من الحقوق الاقتصادية تنفس الحر هو من الحقوق الاقتصادية إذن هذه حقوق اقتصادية إذن مصطلحات وأعلام ومواقع الإضراب هو عملية التوقف عن العمل والإنتاج يمارسه المأجورون من أجل الضغط على أرباب العمل لتحسين أوضاعهم حرية مدنية تسمى أيضا بالحرية الفردية وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق والواجباء والحريات وحقه في الحياة وسلامة شخصه والمساواة أمام القانون والحماية من أي إكراه أو سوء هذه الحرية المدنية تسمى أيضا بالحرية الفردية وتشمل حق الفرد في التمتع بكافة الحقوق والحريات وحق الحياة وسلامته الشخصية والمساواة أمام القانون والحماية من أي إكره أو مكروه إذن هذه هي الحقوق المدنية يعني تسمى أيضا بالحرية الفردية إذن الحريات السياسية حريات تهم الفرد في علاقته بالآخرين وتتمثل في حرية الرأي والتعبير والمساواة في تقلض الوظائف العامة والحق في المشاركة في الانتخابات والتصويت الحر إذن هذه هي الحريات السياسية إذن ننتقل إلى النشاط التالي تكتشف الواجبات التي يلزم بها الدستور جميع المواطنين إذن الفصل 38 من الدستور يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية توجه أي عدوان أو تهديد الفصل 39 على الجميع أن يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليفة العمومية التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوصة عليها في هذا الدستور الفصل 40 على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفر عليها عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد إذن هذه الفصل يعني هي تلخص لنا الواجبات التي يلزمنا بهالدستور بمعنى أنه علينا القيام بها يعني كما تعلمون فلديك حقوق وعليك واجبات إذن لديك حقوق تطالب بحقوقك الواجبات التي عليك عليك القيام بها يعني وكالة المغرب إذن صورة سبعة وكالة المغرب العربي للأنباء في الأنترنت كما نلاحظو يعني حملة لتضامن يعني حملة تضامنية الصورة رقم ثمانية والصورة رقم سعود يعني زلزال الحسيمة ليلة الاثنين والثلاثة ثلاثة وعشرين وعشرين فبراير الفين وربعة ألاحظو واجبات المواطنة المنصوص عليها في الدستور في جملة واحدة قصيرة ومفيدة يعني يمكن تلخيص يعني هذه يعني يعني كل مواطنين عليهم الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد يعني هذه جملة مفيدة أذكر أمثلة عن التكاليف العمومية التي من المفروض أن يتحملها كل مواطن يعني مثلا الضريبة يعني كل مواطنين يعني هم ملزمون بأداء الضريبة وهذه من التكاليف العمومية التي يجب أن يتحملها كل مواطن أبدي رأيي في الفرد الذي يتهرب أو يتملص من أداء الضرائب التي تلزمه يعني هذا الشخص هو لا يساهم في تنمية الوطن أعطي أمثلة عن حملات التضامن التي تنظمها من الفيلة والأخرى في بلادي يعني هناك مجموعة من حملات التضامن يعني كما هو واضح في الصورة رقم سبعة هي حملة تضامنية كذلك أصرح لزملائي في القسم بواجباتي تجاه أسرتي وتجاه المرفق العام والمرافق العمومية والخصوصية وتجاه مدرستي يعني طبعا هناك مجموعة من التزامات لدينا إذن نناقش هذه الالتزامات مع بعضنا البعض أركب تعلماتي أحول وتائق المقطع التعلمي الثاني إلى خطاط مبسطة أظهر من خلالها حقوق وواجبات المواطنين إذن بإمكاننا القيام بهذا العمل مصطلحات وأعمال ومواقع تكاليف عمومية هي مصاريف تنفقها الدولة لتسيير البلاد وتدبير حاجيتها وإنجاز مختلف الخدمات والمصالح العمومية وتعتبر الضرائب واحدة من المداخل التي يتم بها تسديد هذه التكاليف تقويم التعلم أعطي تعريفا للدستور أبين التطور الذي عرفه البلاد يعني كما عرفنا الدستور سابقا دستور هو أسماء وثقة قانونية في البلاد وأبين التطور الذي عرفه ببلادي يعني عرف الدستور تطورا يعني حيث نحن اليوم يعني في ظل الدستور السادس للبلاد منذ استقلالها أبين الخصائص التي يحددها الدستور للنظام الحكم المغربي إذن نظام الحكم المغربي يحدد خصائص أن النظام الحكم هو ملكية دستورية برلمانية برلمانية ديمقراطية اجتماعية وفسروا أهمية القانون في المجتمع إذن القانون هو الذي يؤثر الأنشطات داخل المجتمع إذن أشكركم على حسن تتبعكم واستماعكم وأدرب لكم موعدا في اللقاء الآخر شكرا على استماعكم شكرا على اشتركوا في القناة